السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشكركم جدا 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 على كل كل كلامكم الطيب. ربنا يا رب يسطركم ويساعدكم ويكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخابي. آآ جزاكم الله كل خير على كل دعواتكم وكل كلامكم الطيب. آآ النهاردة طبعا آآ النهاردة طبعا النهاردة انا طبعا بروأ البيت. عايز اقول انا بقليك كم يوم اجازة قاعدة في البيت يعني ما بعملش حاجة غير ان انا انا ام نوم ونام. تمام. فا آآ يعني انتحسن كده الواحد لما بيريح آآ يفضل بقى يوم ينام. يعني في الشغل فبي بينام. فطبعا سابق كل الدنيا يعني مش مبهدلة قوي بس يعني ام آآ كاسلانة بصراحة عمل اي حاجة. المهم ما علينا. المهم يا حلوين يا مقطقطين وكررت كالقاتي ان انا قوم اروأ الدنيا كده وتشملل وتشتر وبما ان اه كاسلانة فا قولت لازم تشجعوني شجعوني يا ولاد وزقوني وشدوني عشان اقوم كده ايه اروأ المطبخ كده ايه وعملوا خاصة ان انا لقيت نملتين تلاتة في الارض طبعا انتم عارفين ان في ضيفة عندي بيضة امورة اتقوطة بطوتة فطبعا بتاكل وبتفات في الزيزة الاطفال اه فلاقيت نملتين تلاتة ما اللي هو النمل الصغير ده فطبعا اتنططت فقلت لا ده انا مش هينفع ده انا لو سبت النملها هيكلني فقمت كده ايه لميت الدنيا وقلت الحق نفسي بقى رشيت ملح بالليل في الارض ولكن قمت النهاردة قلت لا ده انا مش هينفع كده اول ماية ما تيجي مسكت بقى ايه الرخامة بتاعت المطبخ مساحتها بصبنتها بالصابون والخل والمية ومسكت الارض كان استهم وانزلت بقى عملت خلطة شريفة عفيفة الخلطة دي بقى عبارة عن ايه الخلطة دي يا ولاد عبارة عن كولور وعبارة عن صابون اللي هو الحاجات السايبة وعايز اقول لكم الكولور والصابون والحاجات السايبة دي مفيش منها ضرر اوي لانها مش زي مش زي الحاجات الغالية يعني مش زي الكولور الغالي الكولور الغالي اللي هو يعني ريحته صعبة لأ دي الحاجات دي بتبقى خفيفة بسيطة لان اصلا الكيلو بخمسة جنيه فتخيالي بقى الكيلو الكولور من السايب ده بخمسة جنيه فده بقى تنظفي بالارضية تنظفي بالحمامات بتاع يعني فاهمين ينضب برضو بس يعني ايه مش لو انت هتطفي دكي ما دركيش يعني تمام فالمهم همسك المطبخ كده نضفته ولميت كان عندي شوية معين صغيرين لميتهم ومسكت الارضية بقى جبت الليفة بالخلطة اللي قلتلكو عليها سابون وكلور في الطبق وحتة كده وليفة اصاب من الارضية وبعد كده امسحها بحتة وخليتها زي الفل كده نفيش اي حاجة عشان النملو كده بعد كده هدخل على المطبخ عند شوية مواعين لبقى سابقهم هخسلهم وامل الازايز بعد كده ههم ليه تاني هطلع البلكونة كل ده وانا بص انا بشتغل بالعافية على فكرة اه الكسل والاجازة بخليها الواحد مش قادر يعني يعني انتو عارفين سبحان الله الشغل ده نعم عطول ما انت بتشتغلي بتحس بنشاط وجارية كده اول ما بترقودي او بتعودي وتريحي بتلاقي نفسك مش قادرة هنا بقى دي الخلطة اللي بقلتلكم عملتها وحطيتها في الطبق ويه بالليفة كده ودد لله قدي اد لله قدي الدله قدي المهمة صح قبل من سا عايزة اقول لكم على حاجتين مهمين جدا والله يرضى عليكم والله يرضى عليكم والسрок في الدنيا الاخرى ضروري ضروري ترد علي ابوس ايديكم ابوس ايديكم ابوس ايديكم اخوات ايه بس فا ترد علي ضروري لان الموضوعين مهمين بنسبالي اول هام الايام اللي جاية جماعة هيكون فيه مفاجئات او مفاجئة مش عارفة بس اعتقد انها مش حلوة خالص طبعا مش هينفع اقول لكم دلوقتي الا لما يجي وقتها تمام لا قلت لكم الوقت مش هتبقى مفاجئة ولا حاجة لكن المشروع اللي انا فكرت فيه وعايزاكم ضرورة ضرورة تفيدوني وتردوا علي فيه انا دلوقتي بفكر اه سحنست اقول لكم حبيب قلبي اللي معي دايما مشرفيني ومنوريني بفكركم باللايك ويتشير الفيديو ومشاهدته او مشاهدة جزء منه ولو حد ياولاد جديد في القناة ياريت برضو شرفنا بالاشتراك والمشاهدة وعمليني لايك وجازاكم الله كل خير انشاء الله يارب كل اللي بتعملوه يجعلوه في مزان حسناتكم اول هام انا بفكر جديا بنسبة 99% ان انا اعمل مشروع الفراخ بينه وبينكم اخبش عليكم انت اخواتي انا اليومين دولت او بقالي فترة كده ضهري من اسفل من ناحية الجنب اليمين مش قادرة بيوجعني اجا نام اواجه اقوم اواجه اتحرك بيوجعني وبينه وبينكم خايفة اروح اعمل اشعة وخايفة اكشف اخش في دايرة وانتو عارفين بقى دايرة الدكاترة والهم ده بيخلي الواحد بيزعل يعني فبينه وبينكم انا مكسلة او خايفة يعني خايفة يقول لي حاجة فمش عارفة طبعا دا مش صح المفروض اروح واتطمن عن نفسي وكده لكن ان شاء الله يجيني الجرأة واروح اعمل خاصة لا لسه اصلا اه مبارح جاة من عند الدكتور السنان بقالي اسبوعين او شهر امتابع معايا فيعني ايه انتو فاهمين يعني المهم اه نخش في الموضوع الاتول نخش في الموضوع الاتول اللهم وسلم وسلم عليك سيدنا النبي اه بفكر ان انا اه يعني افكر ان انا اه لو قعدت في البيت يعني سبت الشغل وكده ان انا اه افض قوضة من القوض اول قطين افضيهم قضين بالكو و اه اجيب كتكيت وربي الفراخ ولما تكبر خلال شهر او شهر و اسبوع ابتد ان انا بحها لبتوع الفراخ و يبقى بالنسبة لي مشروع اه يعني الموضوع مسيطر علي جامد اه كمشروع كمشروع ان هو الاغلبية بقولوا مربح والاغلبية بيقولوا ان هو اه مشروع كويس وكده وبعدين بس انا خايفة من الريحة يعني انا خايفة من ريحة الاكل بتاعتهم وطبعا المخلفات بتاعتهم اكيد هنظف بس بره ده ممنعش ان احنا لما بروح عند بتاع فراخ ونجيب فرخة بنبقى شامين ريحة مش احلى حاجة يعني تمام فأنا مش عارفة في دوني يا جماعة الله يرضى عليكم في دوني عشان انا الموضوع يعني مخ مشتت كمان فكرت ان انا ممكن اه حسيت ان انا برضو البنية تتباهدل عندي مفكرت ان انا ممكن اقجر شقة بس طبعا ايجار الشقة اللي هي في الدور الارضي اه مش بالساهل يعني اقولي اقولي قال لي حاجة الف جنيه بكهربتها بأفلامها بحواراتها اه وهل هي مسلا لو دور الارضي هتنفع للفراخ هل الفراخت هتبقى كويسة فيها ولا هتموت كل دي اسئلة انا محتاجة ان انتوا فعلا تقفوا جنبي وتجاوبوني اه لو كان حد مشاهدنا من اصحاب قنوات بتوع فراخ او عامل المشروع دي فيفيدنا الله يرضى عليكم جزاكم الله كل خير برضو نورونا يا جماعة اه بيقولوها يعني اللي بيسأل اه اللي بيسأل يعني الناس ما بي يعني اللي بيشور حد دي طبعا ده بتفيدوني فالله يرضى عليكم اه ده شك اما الشك التاني اه انا بقول لكم اه من حوالي اسبوع حكيت لكم قبل كده في الفيديو اني لقيت ولد مسك قطة من دراعتها وبيفر بيها بيلف بيها فالقطة يعني مجرد ما سابها اه ويقول لك اه القطة بتدخ وتقع طبعا هتدخ وتقع ماه ده يعني دي روح يا جماعة اه مش عايز تاول في الموضوع ده بس اللي حصل ان القطة اول ما الوات سابها هربت وجريت فالقطة قطة رومي حلوة بيضة حلوة كده المهم تلف لأيامه خلال اسبوع لقيتها وانا طلعا فول قيتها على السلم فالمهم بكلم الجيران يعني اللي معايا بقول لهم القطة قالوا لي اه ده احنا لقناها وقلنا خليها على السلم تاكل الفران لان في فران بتطلع لنا تمام فانا سبتها اه قلت لهم القطة دي انا شفتها الاسبوع اللي فات الوقت كان بيفر بيها كده وجريت منه فهي نفس القطة المهم ازا بقول لكم غبت بتاع اسبوع وكده وجيت لقيتها في المدخل تحت في المدخل يعني مرة لقيتها فوق وكلمت الجيران قالوا لي ده ده احنا لقناها وقلنا طب نخليها على السلم نحط لها اكل ومية ونخليها على السلم تصادل فران والمرة لقيت القطة في المدخل فقررت ان انا اخد القطة دخلتها عندي حمتها واكلتها ونظفتها وابتدت انها تتحسن كان عندها مشكلة فعنيها ابتدت انها اهتم بيها وكده بقت كويسة بنسبة تسعين في المية المهم القصة ان الواد اللي كان معها القطة دي نفس القطة اللي هي اللي هي نفس القطة الواد كان بيقول لي ابويا جايبهان ابويا شريها انا طبعا اشك ان ابوه اشتري قطة اه تمانا مثلا هنقول على قال له ميتين وخمسين جنيه اه اعتقد لا يعني ممكن ابو ابو لقيها وممكن اصلا يعني هو مش يشريها ولو لقاها كلها يعني خلينا بس منطقيين يعني الناس البوسطاء اللي على قدك احالهم مش هروح يدفع ميتين جنيه ولا ميت جنيه في قطة لو مع الميتين ولا المية هروح يجيب له فرخة فخلينا منطقيين يعني فالواد بيهتش ويناتش يعني وكده مش مصدقين المهم ما علينا مش دي القصة المهم دلوقتي انا يعني خايفة ادخل نفسي في ان انا ممكن اكون سرقاها بمعنى دلوقتي زي ما قلت لكم الواد قال لي كذا كذا وبعد كده جريت وبعد كده تولت الاحداث لقيتها على السلم وبعد كده انا مش عارف اعمل ايه يا بفكر قولولي انا غلط ولا صح بفكر ان انا اخدها وي اديها لحد يعني اقول اسأل ناس لو لازمكم لو تاخدوها حافظ عليها او ما كانش كده اخدها عند بتاع القطط اللي هو بيبيع القطط اديها له من غير ولا تعريفة ممقابل ان هو يحافظ عليها ويخليها عنده في الفاترينا او في القفص اللي عنده لحد ما ييجي حد يشتريها واكد اللي ادفع فيها فلوس اكد يحافظ عليها خاصة ان هي بنوتة يعني لقيتها انها بنوتة وانا بحميها كده لقيتها بنوتة وانا كنت بنضف اللي هي بتعمل فيه لان طبعا لو ما تنضفش هتعمل برا لان القطط نظيفة بس بنضف لها البلكونة وتخش بقى تنام في البلكونة هي ما بتعملش اها جيرا انها تقوم تنام تلعب شوية وقطة هادية ولزيزة وبريئة وامورة وعسولة فيها كل المميزات ولكن انتوا عارفين ظروفي ان انا مش دايما ببقى في البيت فمحتاجة منكم تجاوبوني في موضوع المشروع اللي هو الشغل بتاع الفراغ ده وفي نفس الوقت تفيدوني في موضوع القطة هل انا كده بقى سرقها يعني هل هم حطوها على السلم انها هتاكل لكن طبعا عايزة اقول لكم ما فيش حد بيهتم بالقطة حوالينا وليل يعني او انا ما شفتش كل اللي يقول لك اه خليها تستطفار بتاقيها حطولها الشوط معا على السلم او شوية اي اكل على السلم طبعا انا طول ما انا موجودة باعتني بيها اه زي ما باكل باكلها يعني عادي انا وقطة يعني هنأكل ايه يعني فهي حطة ان انت اه اه الرحموني رحمهم ربنا سبحانه وتعالى فا اه فانا شايفة ان انا يعني مستحرمة ان انا هروح مثلا شغلي وهسيبها في الشارع اه برضو هتلاقي مصرها اللي هو حد يضرابها وحد يعزبها وقطة البلدي تتعودها وبتاع خاصة لقيت حد مخربشها تحت عنيها ما عرفش العيال ولا القطة التانية انا هنا ضفت لها البلكونة ومسحتها لا تطلع بقى تنام في البلكونة مطرح ما بتحطيها بتنام تقوم تلعب شوية تتمسح فيكي بتاع وصوتها هادي جدا اه بتمنى منكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم تجاوبوني وتردوا علي مش عارفة هل انا كده بقى سرقتها هل انا بقى كده بقى زيتها هل ينفع ان انا ارمية في الشارع تلقى مصيرها مصيرها طبعا المجهول المؤرف ولا زي ما بقول لكم كده اشوف حد اسأل كذا حد ان هو لو عايزها ياخدها يعني يكسب سواف فيها او اروحها ده اللي بتاع لقطة من غير ولا تعريفها ان هو بمقابل ان هو يبحل اي حد واي حد يحفظ عليها فكمان موضوع الفراخ جاوبوني في الموضوع انتوا اي رأيكم في الموضوع اهي شايفينها امورة وزي العسل ازاي وعسولة وهدية جدا فبسألكم الله يرضى عليكم جاوبوني ورد علي وشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته